السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب هذه الحلقة تسلسل لحلقات تمرين واحد فقط اليوم سأشرح التمرين رقم واحد ليضع حد لمعاناتك مع علم الرقبة سهل وبسيط وبإمكانك عمله على سرير النوم ولا يستغرق أكثر من عشر دقائق كل ما عليك فعله هو ممارسته مرة واحدة يوميا التمرين اسمه ايزومتريك اكستنشن أو شد العضلات ذاتي الطول هذا التمرين هو أحد أفضل الطرق لتنشيط عضلات العنق الباسطة العميقة وهي عضلات صغيرة وضعيفة ولكن دورها كبير جدا جدا في توزيع وزن الرأس وتشكيل انحناء فقرات الرقبة الطبيعي هذه العضلات عندما تضعف يحصل انزلاء غضاري في الرقبة لذلك هذا التمرين مفيد لأي شخص كبير أو صغير رجل أو امرأة يعاني من ألم الرقبة سواء بسبب شد عضلي أو دسك أو للوقاية منهما كيف حتستفيد من هذا التمرين لأقصى درجة تابع معي إلى النهاية واشترك بقناة سكون على اليوتيوب أو الفيسبوك لأنه هتنزل حلقات باستمرار تشرح معلومات تحسين نمط حياتك بشكل مبسط ولا أريده أن تفوتك أول خطوة هي الطريقة الصحيحة للتمرين لتفادي أي إصابات بالمفاصل اتبع الطريقة التالية في هذا التمرين هتحتاج لمنشفة صغيرة توضع تحت الرأس كلما زاد سمك المنشفة حيزيد قوة التمرين استلقي على ظهرك بحيث يكون نتوء الرأس القذالي على المنشفة يسمى هذا النتوء بالإنجليش اثني الركب لتكون بزاوية حادة الآن لنقوم بحركة تشين تك عن طريق سحب الرأس للخلف مع ثني أدقن للأسفل شاهد الطريقة الصحيحة لعمل هذه الحركة فهي بغاية الأهمية لكي نصل للعضلات المطلوبة ونجني فائدة التمرين يتحرك الرأس للخلف بشكل أفقي مع ثني أدقن لأسفل وفرق بين هذه الحركة وبين إمالة كامل الرأس لأسفل وهذا ليس ما نريده الآن لنكمل التمرين قم بالضغط على الجزء الخلفي من الرأس على المنشفة واستمر بالضغط لمدة خمس ثواني يجب أن تظل الذقن مطوية بحركة تشين تك طوال مدة الضغط سيؤدي هذا الضغط الخلفي إلى شد متساوي الطول لعضلات باسطات العنق كرر التمرين عشر مرات قد تشعر بشد قوي في العضلات بعد التمرين هذا طبيعي جدا خاصة في حالة أن العضلات ضعيفة جدا يمكن مع الوقت زيادة قوة التمرين عن طريق زيادة الضغط لرفع لوح الكتف عن الأرض أو زيادة عدد ثواني شد العضلات لأكثر من عشر ثواني أو زيادة سمك المنشفة ما هي مميزات تمرين آيزومتريك إكستنشن لتجعله التمرين رقم واحد في علاج مشاكل الرقبة وتجعلك ترغب بممارسة يوميا بدءا من اليوم رقم واحد إصلاح ورفع وضعية الرأس نظرا للاستخدام المكثف للتكنولوجيا أصبح مجتمع اليوم وعلى نحو متزايد يعاني من رقبة محدبة للأمام الاستخدام المطول للهواتف الذكية لأكثر من مجموع ساعتين في اليوم له عواقب وخيمة على الجسم فالأوضاع المنحنية الثابتة تؤدي لضعف العضلات الخلفية للرقبة والكتفين والظهر وبالتالي تدهور وتلف العمود الفقري نفسه وتصبح العضلات الأمامية مثل عضلات الصدر قصيرة وضيقة تمرين آيزومتريك إكستنشن يعالج هذه المشكلة فهو يستهدف العضلات الصغيرة والمتوسطة العميقة بين الفقرات العنقية وهذه العضلات دورها رئيسي في إعطاء فقرات الرقبة إنحنائها الطبيعي لتوزيع وزن الرأس ويساعد التمرين على ترطيب أقراص العمود الفقري والعضلات عن طريق تحسين الدورة الدموية وإزالة مخلفات الأيض المتراكمة هذا يساعد بالطبع في تخفيف التيبس وتحسين الحركة وإطلاق الإندورفن الذي يخفف الألم بشكل طبيعي وبالتالي تقليل الاعتماد على مسكنات الألم رقم 2 نتائج سريعة في تخفيف الألم من مميزات تمرين شد العضلات ذاتي الطول أنه يجمع بتوازن بين التقوية وإطالة العضلات الذي يحققه ثني الرقبة أو تشنتق هذا يخفف توتر عضلات الرقبة وأعلى الظهر وبما أنها عضلات صغيرة ستشعر بالنتائج بسرعة وتقوية عضلات العنق تزيل الضغط عن أقراص العمود الفقري والمفاصل وبذلك ترفع الضغط عن الأعصاب المسبب لألم وتنميل اليدين رقم 3 يعزز الثقة بالنفس ويجعلك تبدو أطول استقامة ورفع الرأس مرتبط بالدلالة على الثقة بالنفس هذا التمرين يشد عضلات الرقبة والأكتاف تقوية هالعضلات تساعد في تخفيف ألم الرقبة والأكتاف وأعلى الظهر ويحسن التوازن ويشد الظهر في الوقوف والجلوس ويجعلك تبدو أطول وأكثر ثقة بنفسك أخيرا التكرار ودمج التمرين في روتينك اليومي لكي تجني الفوائد العلاجية من التمرين يكفي إجراء 10 إلى 15 عملية تكرار مع الحفاظ على الشد لمدة 5 إلى 10 ثواني في كل مرة بالنسبة لي شخصيا أنا أمارس التمرين يوميا على فراش النوم بالمساء لكي ترتاح العضلات أثناء النوم وأصحابي حيوية ونشاط في صباح اليوم التالي هذا كل شيء أتمنى أن يكون تقديمي للمحتوى ذو فائدة إذا شايف أنه مفيد أعطيني لايك وإذا عندك أي استفسارات ترك ليها بالتعليقات تابعني على اليوتيوب أو الفيسبوك والإنستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية